رحم الله امرئا عرف قدر نفسه الحكمة أتعلمون أين يمكن أن تنمو وأن تخضر أوراقها وأن تتفتح أزهارها وأن تكون ثمارها يانعة أتعلمون أين تكون سألنا آل محمد فأجابونا قالوا إن الحكمة تكون حيثما تكون القلوب متواضعة إنه التواضع لمحمد وآل محمد لا أتحدث عن التواضع في العلاقات العلاقات الاجتماعية فيما بين الناس وهو أمر جميل وحسن الحديث ليس عن هذه الجهة الحكمة الحكمة إنما تنبت أين في العقول وفي القلوب التي تتواضع في فناء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في دعاء الاستئذان الذي يقرأ عند عند زيارة السرداب في سامر ماذا نقرأ في دعاء الاستئذان الشريف وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم إلى أن يقول الدعاء اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل الأراضين والسماوات نحن هكذا نخاطب الحسين حينما نزوره بزيارة وارث في الأدعية التي هي في مقدمة زيارة وارث نخاطب الحسين هكذا عودوا إلى مفاتيح الجنان عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالريق هذا هو أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالريق فأذن لنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل الأراضين والسماوات وأرسل دموعنا بخشوع المهابة وذلل جوارحنا بذل العبودية من هنا من هنا يبدأ المسير باتجاه معرفة الحجة ابن الحسن وهذا الدعاء يقرأ في زيارة السرداب الشريف إنه استئذان لدخول السرداب وذلل جوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة حتى نقر بما يجب لهم من الأوصاف إلى آخر الدعاء وذلل جوارحنا بذل العبودية بذل العبودية وفرض طاعة لهم من هنا نبدأ يا أشياع الحجة ابن الحسن إذا كنتم عازمين أن تبدأ المسيرة باتجاه معرفة إمام زمانكم من هنا منطلقنا من هنا حركتنا من هنا حين تتلاشى معانينا في جوار أفنية صاحب الأمر ليس لنا من الشأن أن ندخل في تلك الأفنية المطهرة نحن نجاور أفنيته وَذَلِّ الْجَوَارِحَنَا بِذُلِّ الْعُبُودِيَّةِ وَفَرْضَ الطاعة عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق التارك للخلاف عليكم هكذا نخاطبهم في زياراتهم وهكذا نناجيهم ونحن نعلم بقطع من أنهم يستمعون إلينا ينظرون إلينا يراقبوننا فإذا ما كانت قلوبنا هشة بشة متواضعة تعيش هذا المعنى تعيش معنى ذل العبودية والطاعة والتسليم حينئذ سننتظر الفرج إنه فرج الحكمة إنها رحمة المعرفة إنها القلوب التي تخلص لله فتتفجر ينابيع الحكمة من تلك القلوب على الألسنة هذا هو الذي نتحرك باتجاهه وتلك هي الحكمة وتلك هي المعرفة المعرفة اليمانية الخالصة علينا أن نعرف أنفسنا وأن نعرف الواقع الذي يحيط بنا في برنامج قدمته على هذه الشاشة يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم أتمنى عليكم أن تعود لدراسته لدراسة الحلقات التي ترتبط بمضمون الخدمة كرارا ومرارا قلت وأقول علينا أن نعرف قدر أنفسنا وهذا هو الذي أتحدث عنه علينا أن نعرف مخدومنا لا أقول أن نعرف قدر مخدومنا نحن لا نستطيع أن نعرف قدر مخدومنا نستطيع أن نعرف قدرنا وفي ضوء قدرنا نستطيع أن نعرف حدود معرفتنا بمخدومنا علينا أن نعرف الخدمة التي يريدها مخدومنا وعلينا أن نعرف الواقع الذي تتحرك فيه خدمتنا هذه المضامين تحدثت عنها كرارا ومرارا وفصلت القول فيها في ذلك البرنامج البرنامج متوفر على مواقعنا الرسمية أنني أتحدث عن مواقع قناة القمر الفضائية يمكنكم أن تعودوا إلى ذلك البرنامج يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم يا خادم الحجة بن الحسين أعرف ثم أخدم البداية من هنا من هنا نبدأ حينما تتذلل وتذل قلوبنا بذل العبودية في جوار أفنية الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه تذكروا ما جئتكم به وسيلة إضاحا ما يرتبط بشأن الحمزة بن عبد المطلب وما يرتبط بشأن العباس بن أمير المؤمنين تذكروا هذه المضامين وعودوا إلى أنفسكم وأنا أذكر نفسي قبل أن أذكركم وصية رسول الله لأبي ذر هذه الوصية إذا ما درسنا حياة أبي ذر إلى أن توفي رضوان الله تعالى عليه في الربدة إذا درسنا حياة أبي ذر ذاك الذي هو أصدق ذي لهجة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله هو أصدق ذي لهجة أبو ذر على الأقل هذا المقطع الذي سأقرأه عليكم من وصية رسول الله لأبي ذر كان واضحا في كل مواقفه في كل أفعاله وأقواله وفي أفعاله قبل أقواله إنني أقرأ عليكم من مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق للمحدث الطابرسي رحمة الله عليه من علماء الشيعة في القرن السادس الهجري هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 465 وصية رسول الله لأبي ذر وصية طويلة لكنني سأقف عند هذه الكلمات ماذا قال رسول الله لأبي ذر أعيروني مسامعكم يا أبا ذر لا يفقه الرجل كل الفقه والفقه هو العقيدة السليمة الفقه ما هو الفتاوى الفتاوى في حاشية الفقه الفقه هو العقيدة السليمة الفقه معارف القرآن الحقيقية بحسب تفسير علي وآل علي هذا هو الفقه الفقه هو هذا الذي يحمل هذا العلم ليس هذا الذي غطس في قذارات علم الرجال والأصول وعلم الكلام من قذارات النواصب كما يفعل مراجع النجف هؤلاء السفهاء ما هم بفقهاء الفقه حقائق الإيمان في معارف القرآن بحسب تفسير علي وآل علي لا بحسب تفسير النواصب ولا بحسب تفسير مراجع النجف تلك التفسير التي تنضح جهلا وسفاهة وابتعادا عن منهج محمد وآل محمد يا أبا ذر لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر هاي البعارين اللي احنا ماشيين وراها وين راح يودون هذا السؤال طرحته في نهاية حلقة يوم أمس أشير إلى هذا الكلام يا أبا ذر لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر الله ويرى نفسه دون ذلك هذه هي النقطة التي لا بد أن نصل إليها فالبعيدون عن إمام زماننا هم أباعر أمثال الأباعر 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 لا عيبة فيها الأباعر الأباعر التي تركب إنها من آيات خلق الله ألا نقرأ في سورة الغاشية في الآية السابعة السابعة بعد العاشرة بعد البسملة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت ها هو القرآن يحدثنا عن جمال خلقة الإبل بما هي هي في سياق رتبتها ومنزلتها وخلقها وشأنها جاءت مقرونة إلى عظمة خلقة السماء أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الأباعر بما هي أباعر الإبل بما هي إبل جميلة في حد ذاتها وكم انتفع الناس من الأباعر والنياق والجمال لكن الحديث هنا عن صورة تنتزع من شأن الأباعر ما يشير إلى انعدام البصيرة وانعدام العقل إلى جهة سلبية في هذه الكائنات وكل كائن من الكائنات فيه محاسنه وفيه مساوئه محاسنه من جهة انتسابه إلى حكمة الله ومساوئه من جهة ضعفه ونقصه بحسب أحواله التي ترتبط به من حيث هو بالقياس إلى ما هو الأعلى وما هو الأشرف لا أريد أن أفلسف الأمر إلى ذلك البعد الفلسفي العميق وحينئذ سأخرج من طوايا حديث الذي أنا بصدده يا أبا ذر لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر الحديث عن كل الناس فما بالكم بأولئك الذين ضللون وضللوا آباءنا وأجدادنا أيما أباعرهم يا أبا ذر لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر هؤلاء تأتون بهم وتجعلونهم في جنب صاحب الزمان أي عقول عندكم ماذا أنتم صانعون بأنفسكم ماذا صنعنا نحن جميعا بأنفسنا وماذا صنع بنا أجدادنا وآباؤنا أباعر ونصفهم بهذه الأوصاف آية الله العظمى الإمام البعراني دم روثه وبعره على رؤوشنا ورؤوش العباد يا أبا ذر لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر الله وذل الجوار حنا بذل العبودية في جوار أفنية الحجة بن الحسن قلت لكم إنها صورة منتزعة يمكننا أن ننتزع صورة جميلة من الأباعر أيضا ويمكننا أن ننتزع صورة قبيحة في نهج البلاغة الشريف في نهج البلاغة الشريف في الخطبة السابعة والثمانين من خطب أمير المؤمنين سيد الأوصياء يقول فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة فأين يتاه بكم وكيف تعمهون فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عطرة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش الهيم هي الأبل وردوهم ورود الهيم العطاش الإمام يأخذ صورة هنا من حال الإبل العطش حينما تهجم على الماء فيأخذ صورة من جمال شوقها إلى الماء يريد منا أن نكون هكذا مع إمام زماننا وردوهم ورود الهيم العطاش الهيم العطاش إنها الإبل العطش وفي نهج البلاغة الشريف أيضا في الخطبة السابعة والتسعين والإمام يخاطب أهل العراق يخاطب أهل الكوفة أيها القوم الشاهدة أبدانهم الغائبة عنهم عقولهم إلى يومنا هذا يا أمير نحن هكذا إلى يومنا أيها القوم الشاهدة أبدانهم ما تغيرنا يا أمير إليك أنباؤنا ما تغيرنا يا أمير ها نحن كما كان أجدادنا وكما مضى عليه آباؤنا الأمير يقول أيها القوم الشاهدة أبدانهم الغائبة عنهم عقولهم عقولنا في إجازة مراجع مراجع النجف أعطوا لعقولنا إجازة مفتوحة ليس من دون راتب نحن ندفع لهم الراتب مع دفع الأخماص لقد دفنوا عقولنا مثل ما يدفن أبناؤهم أبناء المراجع وأصهارهم زجاجات الخمر والبيرة الفارغة في بحر النجف دفنوا عقولنا مثل ما دفن أبناؤهم وأصهارهم زجاجات الخمر الفارغة في أطراف النجف بعد أن شربوها حكايات طويلة مفصلة أيها القوم الشاهدة أبدانهم الغائبة عنهم عقولهم أين نجد عقولنا وأولئك هالأباعر قد دفنوها في معاطنهم معاطن الأبل هي الأماكن التي تستقر فيها الجمال أيها القوم الشاهدة أبدانهم الغائبة عنهم عقولهم المختلفة أهواؤهم المبتلى بهم أمراءهم نحن لا نتحدث عن أمراء الباطل إنهم أمراء المؤمنين سادة المؤمنين أئمتنا إمام زماننا المبتلى بهم أمراءهم صاحبكم أمير المؤمنين يطيع الله وأنتم تعصونه نحن كذلك يا أمير صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه وصاحب أهل الشام وصاحب أهل الشام يعص الله وهم يطيعونه لوددت والله الأمير يقول يقول عنا عن أهل العراق عن أهل الكوفة عن أهل النجف وكربلاء والبصرة والعمارة والناصرية وعن وعن لوددت والله أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم الدينار آنذاك كان يساوي عشرة دراهم فالأمير يريد أن يعطي عشرة من رجال العراق كي يأخذ من معاوية رجلاً من أهل الشام هذا كلام علي ما هو كلامي لوددت والله الإمام هنا يستعمل لام التوكيد لوددت لتأكيد كلامه وبعد ذلك علي يقسم بأقوى الأقسام والله بحرف الواو ولفظ الجلالة وهو أشد الأقسام في لغة العرب وحتى في الدين والعقيدة فهل كان الأمير محتاجاً أن يستعمل التوكيد وأن يقسم بالله لكنه يريد أن يبين لنا من أن الأمر حقيقة ولا زال أمرنا كذلك لوددت والله أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم فأخذ مني عشرة منكم وأعطاني رجلاً منهم يا أهل الكوفة الإمام لا يخاطب أهل أربيل ولا يخاطب أهل الموصل يا أهل الكوفة منيت منكم بثلاث واثنتين ما هي يا أمير المؤمنين صم ذو أسمع حسة السمع موجودة بس طرشان طرمان غبران ثولان صم ذو أسمع وبكم ذو كلام يستطيعون الكلام لكنهم عند الحق شياطين الساكت عن الحق شيطان أخرس والأخرس هو الأبكم يا أهل الكوفة منيت منكم بثلاث واثنتين والله ينطبق هذا الكلام على أصحاب العمائم في النجف فردا فردا دون استثناء أقسمت وأنا متأكد من ذلك بحسب علمي لم يكن الكلام قد سبقني يا أهل الكوفة منيت منكم بثلاث واثنتين صم ذو أسمع وبكم ذو كلام وعمي ذو أبصار لقد عميت بصائرهم يرون بأبصارهم ولكن لا بصيرة له الذي يترك العيون الصافية عيون محمد وآل محمد ويذهب راكضا إلى المستنقعات الآسنة وإلى العيون القذرة هذا ما يفعله مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل هل يملكون هؤلاء بصيرة هؤلاء هم صم ذو أسمع وبكم ذو كلام وعمي ذو أبصار لا أحرار صدق عند اللقاء ولا إخوان ثقة عند البلاء هذا موقفهم مع إمام زماننا مثل ما يتحدث أمير المؤمنين عن الناس في أيامه الموقف هو هو مع الحجة ابن الحسن لا أحرار صدق عند اللقاء بل حالهم أسوأ مراجع النجف سيخرجون لقتاله لا أحرار صدق عند اللقاء ولا إخوان ثقة عند البلاء تربت أيديكم ثم ماذا يقول لهم يا أشباه الإبل يا أباعر يا أشباه الإبل يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتها كلما جمعت من جانب تفرقت من آخر كيف تستطيع أن تجتمع والقلوب متفرقة والقلوب قد غدرت ببيعة الغدير قد يقول قائل عامة الشيعة لا يعرفون ذلك هم يبايعون الذين غدروا ببيعة الغدير ويضعونهم تجانا على رؤوسهم ديخي يضع بعيرا على رأسه تاجا أتحفون 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 بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسوان واحد قال لي أدر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابا ما توصل النوبة إلي قال توصل و اطمئنن تركبهم يعني بش اش يعمل تركبهم تقول لهم ديخ والله نفع عبارته واحد من الأعلام أتحفل خمسة فإنه مستعجب مش دارها قلنا تركب يعني خلاقا أغامي شميع كما تجيب خلاقا أغامي شميع بغلاق وكان حالك أسنو فقوش ديخ عربي فقوش ونص عبارته كنا على تفاو كلكم تعرفونا لأنه مارد أجيب الأسم عربي قال تركب كما تركب نعم وذلك تدير لا مو علم إجمالي هذا واقع الشيعة لا هذا واقع الشيعة أية صورة هي هذه حتى الذين يرسمون رسم الكاركتير لا أتصور أنهم يتخيلون هذه الصورة حمار يركب عليه بعير ما هم هؤلاء مراجع الشيعة يتحدثون فيما بينهم وهذا الكلام ليس خاصا بهؤلاء إنه منطق المرجعية الشيعية عبر التاريخ وإلى يومنا هذا وفيما سيأتي من الأيام أعود إلى كلام الأمير يا أشباه الإبل غاب عنها رعاةها كلما جمعت من جانب تفرقت من آخر يستمر الأمير في حديثه لكنه بعد ذلك يوجه خطابه إلينا انظروا أهل بيت نبيكم انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم كونوا على سيرتهم كونوا على طريقتهم كونوا كما هم صلوات الله وسلامه عليهم انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم فلان ولن للنفي التأبيدي فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردا في هلاك فإن لبدوا فالبدوا وإن نهضوا فانهضوا ولا تسبقوهم فتضلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا هذا هو التسليم وذل الجوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق وتارك للخلاف عليكم المضامين هي هي الأمير هكذا خاطب أهل العراق وخاطب أهل الكوفة يا أشباه الإبلي غاب عنها رعاتها كلما جمعت من جانب تفرقت من آخر تلاحظون أن الكلمات هذه تأخذ صورا منتزعة فالقرآن والأحاديث حينما تتحدث عن هذه الحيوانات لا تتحدث عن هذه الحيوانات بما هي حيوانات إنها خلق الله لكن الكلام عن صور تنتزع في حيثية من الحيثيات في جهة من الجهات وهذا هو جزء من معاريض كلامهم ومن قواعد لحن قولهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعود إلى وصية النبي لأبي ذار يا أبا ذار لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر أمثال الأباعر إنها صور منتزعة على سبيل المماثلة فحال أولئك أقبح من حال الأباعر ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها يا أبا ذار يا أبا ذار هذه الكلمة أخطر الكلمة الآتية يا أبا ذار لا تصيب حقيقة الإيمان هذه لا النافية تنفي إصابة حقيقة الإيمان أن يصل إليها إلا يا أبا ذار لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم وهذا التأكيد كلهم حتى لا تستثني عجولك البشرية التي قدستها من عند نفسك حتى لا تستثني تلك الأباعر التي قادتنا في دروب الضلالة والبعد عن إمام زماننا يا أبا ذار لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقى في دينهم وعقلاء في دنياهم ما هو هذا حالنا يا رسول الله هذا هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله ما هو كلامي أعيد قراءة هذا الكلام تدبر فيه يا أبا ذار لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها يا أبا ذار لا تصيبوا حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقى في دينهم حمقى في دينهم المصداق الأول أولئك الذين تركوا العيون الصافية وراحوا فغطسوا في العيون الكدرة القذرة إنها حوزة النجف بالضبط منذ أن أسسها أطوسي سنة أربعمية وثمانية وأربعين وإلى يومنا هذا وما سيأتي من الأيام يا أبا ذار لا تصيبوا حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقى في دينهم وعقلاء في دنياهم ومن هنا فإن النجاة فقط بالعقيدة السليمة والعقيدة السليمة تبدأ من هنا من نقطة التواضع فيما يجاور أثنية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وذل الجوارحنا بذل العبودية تذكروا من أن العباس جعل نفسه تساوي صفرا وتلك حقيقة الأمر ليس مجازا تلك حقيقة حينما وقف أمام الحسين فكان صفرا يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكون نذهب نذهب إلى فاصل عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل فقلت له ولم جعلت في ذاك قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قلت فما وجه الحكمة في غيبته فقال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما يبنى يبنى الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا الكتاب الذي بين يدي هو الكتاب المعروف برجال الكشي وهذه الطبعة هي طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي طهران إيران إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي صفحة 575 رقم الحديث 1088 إنها رسالة من إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه موجهة لإسحاق بن إسماعيل الرسالة طويلة تبدأ في صفحة 575 وتستمر في صفحة 576 والخطاب موجه للشيعة فأين يتاه بكم بالضبط إنها الكلمات التي قرأتها عليكم قبل قليل من نهج البلاغة كلمات الأمير في خطبته السابعة والثمانين التي قرأت عليكم جانبا منها قبل قليل فأين يتاه بكم وأين تذهبون كالأنعام على وجوهكم عن الحق تصدفون وبالباطل تؤمنون وبنعمة الله تكفرون إلى آخر ما جاء في كلام إمامنا العسكري صلوات الله عليه إلى أن يقول في صفحة 577 ولولا ولولا محمد والأوصياء من بعده لكنتم حيارا كالبهائم هذا الخطاب يوجه للذين وصلوا إلى النقطة التي أتحدث عنها وإلا فإن الذين ما وصلوا إلى تلك النقطة فهم كالأنعام خاطبهم قبل قليل فأين يتاه بكم وأين تذهبون كالأنعام فأين يتاه بكم وأين تذهبون كالأنعام على وجوهكم عن الحق تصدفون وبالباطل تؤمنون وبنعمة الله تكفرون هؤلاء هم البهائم البهائم هؤلاء هم الأباعر الأباعر بالفهم الذي حدثتكم عنه قبل قليل إنها صور منتزعة وليس الحديث عن حديقة للحيوانات ولولا محمد والأوصياء من بعده لكنتم حيارا لكنتم حيارا كالبهائم إذا أردنا أن نتخلص من هذه البهيمية علينا أن نعود إلى المعرفة الصحيحة أعود بكم إلى الدعاء الأول من أدعية الصحيفة السجادية التي كتبها إمامنا السجاد بخط يده والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه وتوسعوا في رزقه فلم يشكروا ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية فكانوا كما وصف في محكم كتابه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الحديث عن إنسانية وعن بهيمية ترتبط ارتباطا مباشرا بالمعرفة والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده فماذا سيكون لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية فكانوا كما وصف في محكم كتابه إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا فلولا محمد وآل محمد لكنا حيارا كالبهائم إنني أتحدث عن الحيرة في فناء الحكمة والهداية لا أتحدث عن حيرة في أمر من أمور الدنيا فنحن ما شاء الله حكما في أمور الدنيا مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر في وصيته يا أبا ذر لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقى في دينهم عقلاء في دنياهم تلك هي الحقيقة التي كان الناس عليها ولا زلنا عليها نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر